تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا أقيم الحفل العاشر لتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم والذي أقامته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمنقر المنظمة في باريس حيث أناب جلالته حفظه الله ورعاه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لحضور هذا الاحتفال وتسليم الجائزة للفائزين بها أشادت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو بالدور المميز لجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم والتي أصبحت من أفضل الجوائز بفضل الدعم المقدم من جلالة الملك المفدى موجهة شكرها لجلالته على هذه الجائزة الهمة لخدمة الطلبة والمعلمين في كل مكان مشيدة بالدور الرائد لمملكة البحرين كونها من الدول المميزة والرائدة في التعليم حيث تحتفل بمرور مئة عام على نشأة التعليم النظامي كما تستعد لإطلاق جامعة المستقبل جامعة الهداية ليكون لها دور رائد في المنطقة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وهنأت المديرة العامة الفائزين وشكرت لجنة التحكيم العالمية مؤكدة مدى ما تظهره الجائزة من اعتراف العالم بأهميتها وجديتها للنهوض بقيم الانصاف في التعليم ودعم الفئات الهشة ودورها الكبير في تشجيع المبادرات التي تخدم المهمشين في أنحاء العالم حيث يبلغ عدد الأطفال المحرومين من التعليم مئتين وستين مليون طفل فيما نزح خمسة وستون مليونا عن بلادهم بسبب النزاعات ثم ألقى سعدة دكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم كلمة نقل فيها تحيات وتهانية جلالة الملك المفدة للفائزين بالجائزة مضحا بأن الجائزة تكافئ المبادرات المتميزة في توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال بشكل إبداعي في مجال التعليم لنشر التجارب الدولية ذات الطابع الإنساني بما يجعل هذه الجائزة في صلب خدمة أهداف اليونسكو الإنسانية وتشهد بهذه الأهمية المتنامية للجائزة زيادة عدد المتقدمين لها سنويا وتعمقوا اتساع البعد العالمي والإنساني لها في خدمة الفئات الضعيفة والمحتاجة للتعليم حيث تقدم هذا العام للتنافس عليها مائتين واثنين مشروعا ومبادرة من ثلاث وسبعين دولة وتم اختيار مائة وتسعة وثلاثين مشروعا مستوفيا لشروط المنافسة وقد اختارت لجنة التحكيم مشروعين فائزين بالجائزة ونوه الوزير خلال كلمته بأن المملكة سوف تحتفل بذكرى مرور مائة عام على التعليم النظامي مشيرا إلى أن البحرين تمكنت بفضل ما يلقاه التعليم من دعم كبير من لدى جلالة الملك المفدى من تحقيق مستوى متقدم من الإنجازات التعليمية محليا ودوليا لتتبوأ مراكز متقدمة في مؤشرات التعليم للجميع إضافة إلى حصول طلبتها على أكبر نسبة تقدم في الاختبارات الدولية تيمس 2015 بالنسبة بلغت 45 درجة معيارية مقارنة بنتائج 2011 وحصول طالبات البحرين على المركز الأول عربيا في الاختبارات الدولية في المهارات القرائية بيرلز 2016 وأشهد الوزير بالتعاون الوثيق بين مملكة البحرين ومنظمة اليونيسكو حيث تحتضن المملكة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ومركز التميز للتعليم الفني والمهني والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الفئة الثانية وجميعها تعمل بالتعاون مع المنظمة وخبرائها حيث إن التوجيهات الملكية السامية تؤكد باستمرار على تعزيز هذا التعاون بما يخدم الأهداف المشتركة في نشر المعرفة وتحقيق التقدم والتنمية والسلام انطلاقا من قناعة جلالته بضرورة أن تظل البحرين مركزا عالميا للتعايش والسلام والحوار بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات ومن منطلق أهمية نقل تجربتها في مجال الحريات الدينية من المحلية إلى العالمية تم تدشين مركز الملك حمد العالمي لحوار الأديان والذي أصبح له نشاط بارز على الصعيد العالمي ثم قدم الدكتور دانيال بيرغوس رئيس لجنة التحكيم عرضا موجزا عن العملين الفائزين بالجائزة الذين تم اختيارهما من بين عشرات المشروعات الأخرى مؤكدا زيادة حجم ونوع التنافس على الجائزة لما أصبح لها من أهمية دولية ومصداقية كبيرة بعدها قام سعادة وزير التربية والتعليم والمديرة العامة لليونسكو بتسليم الجائزة للفائزين بها وهما مشروع ثينج لينك من فنلندا وهو عبارة عن حلول للبرمجيات تمكن المستخدمين بسهولة من إثراء الصوار ومقاطع الفيديو بالمعلومات والملاحظات والصوتيات والوصلات المساندة باستخدام تطبيقات الهواتف النقالة أو الحواسيب اللوحية ومشروع أتوق للتعلم من هولندا والذي يهدف إلى توفير فرص التعلم ذي الجودة للأطفال في مناطق الصراعات عبر إنتاج مناهج تعتمد على اللعب في مواد الرياضيات والقراءة بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية وعلى هامش الاحتفال قام وزير التربية والتعليم برفقة المديرة العامة للمنظمة بافتتاح المعرض الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والذي تضمن إضاءات على المسيرة التعليمية في المملكة ومظاهر التقدم الحضاري في المجال التعليمي كما شارك عدد من طلبة المملكة الدارسين في الجامعات الفرنسية بتنظيم الحفل واستقبال الضيوف والتعريف بحضارة مملكة البحرين وتاريخها التعليمي وشاركت الأوركستر الطلبية في عزف عدد من المقطوعات الموسيقية التي نالت إعجاب الحاضرين شهدت من نظمات اليونسكو اليوم الاحتفال الكبير الذي تم برعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كان هذا الاحتفال محط أنظار واهتمام المسلين في اليونسكو وقامت وزارة التربية والتعليم بالتحذير له والإعداد وتم على هذا الصعيد لشاده بشكل كبير بالجائزة باعتبارها أحد الجوائز المهمة في منظمة اليونسكو والتي تنسجم انسجاما كبيرا مع أهداف اليونسكو واستراتيجية التعليمية هذه الجائزة اليوم أصبحت من الجوائز التي محط الأنظار والدليل على ذلك تنوع الفائزين فيها كل عام وما تنالهم من اهتمام وزيادة عدد الذين يتقدمون لنيل شرفها لذلك كانت هناك شادة كبيرة جدا من الحضور بتكرم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بهذه الجائزة التي أصبح لها مردودا وسمعة طيبة على الصعيد العلمي والبحثي والعالمي أنني أشعر بسعادة غامرة في هذا اليوم وأنا أحظى بهذا التكريم الكبير بنيل شرف جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة المميزة وقد أشعرني الإعلان عن فوز مشروع بقدر كبير من الفرح فشكرا جزيلا لجلالة الملك على هذه الجائزة وشكر أيضا لمملكة البحرين أما مشروع فارتبط أساسا بخدمة الفئة الهشة والمحرومة من التعليم حيث يتجاوز عدد الأطفال المحرومين من التعليم أكثر من 75 مليون طفل بسبب الحروب والصراعات وقد عملنا بالتعاون مع حكومات لبنان وأوغندا والأردن والسودان على استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الألعاب الإلكترونية باللغتين العربية والإنجلنزية لتدريس اللغة والرياضيات للأطفال في مخيمات اللجوء إنها لحظة غامرة بالفرح النفوز بهذه الجائزة الدولية الكبيرة التي تحمل اسم ملك البحرين ومنظمة اليونسكو وتكريمنا اليوم شرف كبير لأنه ليس من السهل خاصة بالنسبة للنساء خوض غمار هذه التجربة في خدمة التعليم في مختلف أنحاء العالم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لأن التعليم أصبح أكثر ارتباطا بالصورة والصوت والرقميات وقد تمكننا من استخدام طرائق جديدة ومبتكرة في التعليم والتعلم للطلبة باستخدام الصور والمقاطع المصورة بطريقة جذابة للدراسة داخل المدرسة أو خارجها كم أنا سعيدة اليوم بحضور هذا الاحتفال المميز للاحتفاء بالفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة التي أصبحت تستقطب أبرز البرامج والمشروعات التي تستخدم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لمساعدة الناس على التعليم ونشره في كل مكان حيث أن هذه التكنولوجيا قد تحولت فعلا إلى قوة كبيرة لمساعدة البشر على نشر التعليم لقد أصبح لهذه الجائزة سمعة وانتشار كبيرين في العالم والدليل على ذلك زيادة عدد المشاركات المتميزة من عام إلى آخر وخاصة هذا العام حيث تجاوز عدد المشاركات من مختلف دول العالم 130 مشاركة متميزة كما تكمن أهمية هذه الجائزة في كونها أصبحت تهتم أكثر بالتكنولوجيات الأكثر تقدما واستخداماتها في المجال التعليمي إن هذه الجائزة تعد أفضل جوائز اليونسكو في نوعيتها وهي مشرفة للبحرين من حيث سمعتها ومكانتها العالمية فكل الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على المبادرة بهذه الجائزة ودعمها المستمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة